كيفما كانت تشوفوا نحن في اللقاء التواصلي الثاني مع النساء المستفيدات من مشروع التمكين الاقتصادي النساء فوضعية صعبة بعملات أقادير إذا وتنان اليوم شرفنا بالحضور السيد الرئيس باعتباره الشرك الأساسي في هذه المبادرة كذلك حضور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وحضور النساء المستفيدات التي هي 200 امرأة اللي غادي تنتقيوا منها في المراحل مقبل الإنشاء 76 مرأة في حين أنه غادي تستفد معانا 60 مرأة اللي غادي تستفد معانا من تمويلات اللي غادي نوجوها للقع المنافذ ديال التمويل اللي كان في الجهة ولا رأسهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وليوم احنا جيد فخورين بهذه المبادرة اللي كتمكن النساء أنهم ينتقلوا من أحد المرحلة ديال اللي عاوز المرحلة للمدير للدخل والنساء كما قلت وكان قولهم اللي بناء الأساسية في بناء المجتمع ومقاطلة التنمية وكانت مننا من هذه المبادرة أنها تعمل جميع أقاليم ديالجها وعليش اللي لا تكونش نموذج يحتدى به وطنيا المشروع التمكين الاقتصادي للنساء في وضعية صعبة حاليا كانت واجدوا في مرحلة الثالثة والتي هي مرحلة التحسيس والتي سبقوها جوجيا لمراحل المرحلة الأولى مرحلة ما قبل التسجيل اللي كانوا عندها فيها ثلاثة ديال التحديات التحدي الأول هو اختيار الاسم المناسب للمشروع كانت هناك مجموعة من الاقتراحات ومجموعة من الأسماء بعد النقاشات ترصى الاختيار على الاسم ديال تمكين الاقتصادي للنساء في وضعية صعبة التحدي الثاني كان هو اختيار المناطق بحكم أن أقادير مدينة كباقي المدن كتعرف بانتشار ديال مجموعة من الأحياء الشعبي التي توجد بها مجموعة من الأسر الفقيرة فكان لنا أننا نتريث في الاختيار فوقع الاختيار في النهاية على مناطق تاغزوت أورير تمرغت تدرت أنزا بن سرقاو الدرقا وتيكيوين التسجيل كان في ثلاثة ديال المناطق بكل من أورير هنا تدرت أنزا وكذلك في المركب الثقافي بن سرقاو المرحلة التسجيل العرفة تسجيل 200 سيدة حاملات لأفكار مشاريع ومباشرة من بعد منها نطلقة مرحلة التحسيس واللي اليوم كانت واجدوا في الضيم من هذه المرحلة هذه اختارنا في البداية أننا نطلق من مدينة أورير اللي باقي لهم حصة وينتهي تنتهي من المرحلة غديندوزوا من بن سرقاو كذلك ثلاثة حصص لننتهي بتدرت أنزا اللي غدين يعرفوا تهو مع ثلاثة ديال الحصص لكل مجموعة علما أن مرحلة التحسيس لكتشمال 200 سيدات قسموا على ثمانية ديال المجموعات كذلك عندنا المرحلة اللي ستكون المرحلة الرابعة اللي ستعرف انتقاء 76 سيدة من ضمن ميتين اللي ستتم الانتقاء ديالهم بناءًا على مجموعة من المعايير وهي مكتسبات مرحلة التحسيس فكرة المشروع إمكانية تنفيذ المشروع على أرض الواقع وكذلك مواصفة المقاول لأننا نعتمد بشكل كبير على مواصفة المقاول لأنه حسب الأساتدة فالمقاول نجاح المشروع يعتمد بشكل كبير على قوة شخصية صاحب المشروع والأفكار دياله من بعد ذلك ديكن 76 سيدة غادي نستفدو من مجموعة من التكوينات اللي غادي تكون متقدمة اللي غادي نعرف فيها دراسة دراسة الجدوى نموذج الأعمال مواصفة المقاول وكذلك نموذج المشروع اللي كتعتبر هي الركائز الأساسية لبناء أي مشروع ناجح يوم جينا الملتقى ديال التمكين الاقتصادي للنساء في وضعية صعبة اللي كانت مثل منطقة أورير تمراخت كذلك تغازوت في الحقيقة الجمعية المغربية للتنمية وتكافؤ الفرص أعطت فرصة من ذهب للنساء من أجل أنهم يخرجوا من ضغوطات وأعباء الحياة إلى إدماجهن في سوق الشغل وكذلك تنويرهن وكذلك أنهم يحملوا واحد الباقاج في عقلهم وكذلك لا ننسى أن نوجه تحي الشركة الجزيرة الأعضاء لأنهم قوموا بواحد المجهود جبار وعطت التمار ديالها من خلال هذه الثلاث أيام اللي كانت تستكوين هذا بحيث أنهم بدوا بالدراسة وكذلك التصميم وكذلك الميزانية ومنسوش في الأخير هو التحقيق